السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم السرح من العبد من قناة دروس سعلمية online ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح وحل الكتاب جمل للصف الثالث الاعدادي هنأخذ النهاردة 5 lessons 5 and 6 اول حاجة لنقرأ الكلمات زي ما اتحاودنا بعد كده كلمات اضافية ناسا طبعا الناسة الاختصار لإيه تحدي التطبيقات الفضائية الدولية لناسا هيرو هيرو هايست هايست سكور هايست سكور بوليش بوليش ناخد بعكات شيك بوينت قبل اربعة كلماته ثلاث جمل اول حاجة نمبر وان طبعا اير بولوشن التلوث الهواء خطر على البيئة نمبر تو طبعا ايه اللاعب رياضي لا يبقى لعبك وكمان مشهور نمبر ثري طبعا بابا يعتبر ايه نيعتبر بطلي اللي هو ايه المسألة الاعلى بتاعي والمفضل عندي يبقى ايام براود وفهم انا فخور بيه ناخد بعكد كده كلمات اول حق كلمة انترناشنال دولي طبعا هنا بتساوي او السينونم والمينج بتاحها global او world wide وعكسها الانترنم او الابسيت national او local قومي او محلي repair يعني يصلح بتساوي mint او fix وعكسها damage او smash result نتيجة outcome وعكسها cause لها سبب ناخد بعكده language expressions تعبرات لغوية come second يحتل المركز الثاني do an exam يؤدي الامتحان find او have a scholarship يجد منحة دراسية follow dreams يتبع الاحلام have a place لديه مكان get a scholarship يحصل على منحة get a score يحصل على الدرجة get dressed يرتدي او يلبس solve a problem يحل مشكلة start a company يبدأ تأسيس شركة حروف الجر ال prepositions connect with يربط او يوصل بي happy for سعيد لي look after يعتني بي respond to يرد على surprised by مندهش بواسطة work on a project يعمل في مشروع بعد كده vocabulary builder تعرفات الكلمات او الحاجة scholarship من حدراسية money that a university or school gives to someone الفلوس اللي الجامعة والمدرسة تديها لشخص ما to pay for their education عشان يدفعهم مقابل تعليمهم طبعا عن ديت ايه المدرسة المدرسة اسمها ايه school او science technology engineering and math school مدرسة الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والعلوم اللي هي مدرسة ال stem بعد كده ناخد الصوفيكس كلمة nature الطبيعة لما ضفلها l حاولنا الاسم الى صفة بقت natural طبيعي plute يلوس لما ضفلها iu n حاولنا الفعل الاسم بقت تلوس يسبح لما ضفلها iu n حاولنا الاسم الفعل الاول الى اسم زي كلمة سباح سن المراهقة لما ضفلها iu n حاولنا الاسم الى اسم فعل بالتناجر مراهق لالحروف اللي بادئة طبعا كلمة enter لما ضفلها كلمة national اللي هي معناها قومي او وطني هتبقى international دولي فيه اماكن بقى زي كلمة كندا دولة كندا كولومبيا جامعة كولومبيا ايتالي ايطاليا جامعة العلوم سويتسر لاند سويسرا اسمها سويتسر لاند توكيو مدينة توكيو ناخد بقى check point جايب لي اربع كلمات وثلاثة جمل my mother is a nurse ماما مردة she looks البيبو بتعتني بالمرضى يبقى هنا looks after يبقى later ودي number one number two my father works a new project in the desert بابا بيعمل على مشروع جديد في الصحراء يبقى work on number two number three try to your problem by yourself حاول تحل مشكلتك بنفسك يبقى solve your problem ناخد بقى language notes والوحظات لغوية اول حاجة exclamation صيغة التعجب how زائد الصفة واجيب في الاخر علامة التعجب or what a أو an والصفة وبعدها الاسم واجيب علامة التعجب دي اسمها اسلوب تعجب لما قول how amazing يا له من شيء مذهل what an amazing achievement يا له من إنجاز مذهل نوتة الثانية find a way for شخص تو زائد المصدر ياجد طريقة لي فاطمة البنة احد الشخصات اللي عندنا في الوحدة found a natural way for villagers to clean dirty water فاطمة البنة واجد الطريقة طبيعية للناس اللي في القرية عشان يجدوا مياه أو يعملوا مياه clean ينظفوا من المياه المتسخة نغبع كده نصوص reading أو الحاجة نص listening اللي عندي عبارة عن ايه dialogue معادسة between ملك and فريدة ملك بتلاها هاي فريدة تلاها هاي ملك guess what يعني حذري فذري ايه اللي حصل I just got the results of my music exam لسه واخد درجات انتحان الموسيقى طبعا ملك التهياس how did you do ايه الاخبار اتلاها I passed انا نجحت ملك اتلاها of course you did اكيد طبعا well done احسنتي great job يعني ايه اديت اداء كويس او عمل كويس فريدة تلابط also لكن ايضا I got the highest score in the class وكمان حصلت عليه ايه اعلى درجة في الفصل طبعا wow you did really well انت اديت اداء كويس فعلا what an amazing achievement يالهم انجاز رائع انجاز مذهل فريدة تلاها I can't believe it مش هدرا سدى it was so nervous doing the exam واحد كان متوتر جدا وابي ايه في الامتحان يعني ملك اطلاها I knew you would do well انا عارك وتعارف ان انت هتدى اداء كويس I'm really happy for you سعيدة جدا وفرحان لك يعني you worked really hard انت بكتهدت في العمل فعلا فرضت عليها فريدة لها thanks ملك شكرا ليك يا ملك ناخد نص تاني بيكلم على واحدة اسمها نادا زاهر هنكلم على السيرة الذاتية بتاعتها بطولي بقى اول حاجة بيقولي نادا زاهر was born in Alexandria Egypt نادا زاهر ولدت في اسكندرية في مصر as a child كطفلة she played a lot of tennis كان بتلعب تنس كتير when she was a teenager لما كانت مراهقة في سن المراهقة she found out that she had a sports scholarship لات نفسها او وجدت منحة رياضية to go to Columbia University in the USA نترو جامعة كولومبيا في امريكا then she went to the USA to study and play tennis راحب بعد كده امريكا عشان تدرس اي وتلعب تنس after university بعد الجامعة she returned to Egypt رجعت مصر and they decided to help more international athletes طبعا قررت يساعد يعني الرياضيين دوليين اكتر to study in other countries عشان يدرسهم في الولاد تانية now she helps students from Egypt and other countries to follow their dreams طبعا ساعدت طلوها في مصر والولاد تانية عشان يحاولوا يتبعهم احلموا ويحققوها so she started a company بدأت عملت شركة to connect athletes with universities عشان تربط اللعب الرياضيين بالجامعات في أمريكا and help them to find scholarships وساعدتهم يجدهم من أحد دراسية ناخد بقى كده تمارينات على الفوكابلري اقول سؤال read and complete جايب لي طبعا ست كلمات وفقرة فيها أربع فراغات وقلنا قبل كده لما نحل السؤال ده بنقرأ الكلمات ونفهم معناها نقرأ الفقرة نفهمها كويس وخلي بقىك من أحد الفراغات خاص بالgrammar ولو عندك مشكلة فوق النقطة سيبها للآخرة تبقى سهلة I like writing stories أنا بحب كتابة القصص It's my favorite hobby هوية المغضلة I have done it Not I was 12 أنا بمارسل الهوية ديت من مساعدة ما كان عندي 12 سنة يبينها السنس لأن السنس بيجارها جملة ما ده بسيط تمام number two I entered the mini بول أنا شاركت في mini طبعا mini competitions مسابقات وإيه موه مسابقات كتيرة This year I have won a short story competition أنا فوسه مسابقات القصة القصيرة at my school في المدرسة بتاعتي I first طلعت الأول يبقى I came first I got an award حصلت على جائزة in a big party في حفل كبير It was an amazing كانت إيه amazing achievement ده طبعا كان إيه كان إنجاز رائع ومزهل My parents الولدين بتوعي were really happy for me كانوا سعداء جدا عشاني هل بعد كده سؤال تشوز number one and what is money that a university or school gives to someone to pay for their education طبعا ده فلوس طبعا الجامعة أو المدرسة بيدوها إيه بقى لشخص طبعا عشان يتفحم وقابل التعليم بيتفعلوا فلوس التعليم يعني بنكلم هنا على إيه scholarship تمام number two he did his work well very well وقد عمله كويس جدا that means he well معنى كلام ده هو إيه طبعا معنى كلام ده أنه هو تمام number three to form the adjective from the noun nature add the suffix عشان أجيب الاسم من كلمة nature بضف لها إيه طبعا هضف لها إيه 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 لي بقى natural تمام number four her project one fourth place in another international competition for science and المشروع بتاع حفاز بالمركز الرابع فطبعا في مسابقة دولية أخرى for science and طبعا science and engineering العلوم والهندسة number five I took my car to the mechanic to repair it أنا خدت العربية للميكانيك عشين يصلحها the synonym of repair مرادة في ريبير طبعا كلمة fix تمام وكمان كلمة مند يبلد اتنين letter a and b number six he wants to compete at an international level هو عايز ينافس على مستوى دولي the synonym of international مرادة في كلمة international طبعا global number seven you have to pass your drive test لازم انت تنجح في اختبار القيادة اسمه ايه طبعا اسمه driving test يبقى درايف احطولها ايه number eight we can recycle water for planting حنا ممكن ايه نعيد تدوير المياه الايه طبعا المياه المستعملة المستخدمة يبقى using water عشان نزرع بها او نروي بها النباتات يعني number nine to get زن اون عشان نحصل على الاسم for a person لشخص from the verb swim من كلمة swim هنضف لها ايه you are تبقى swimmer number ten some farmers use water to plant their crops بعض الفلاحين بيستخدمون المياه عشان يزرعهم المحاصيل طبعا بيستخدمون المياه الهين المياه المعاد تدويرها تمام ناخد بعد كده مهارة الاسبيكين طبعا جايب لي هنا responding to good news إذا يردو على الأخبار الجيدة أول حاجة طبعا عندي لما أقول مثلا أحسنت أقول well done great news أخبار عظيمة that's incredible هذا لا يصدق great job يعني أضاء عظيم أو أحسنت well done I knew you would do well كنت أعلم أنك ستتؤدي جيدا you did really well انت أديت بشكل جاية حقا وتنا amazing achievement يا له من إنجاز رائع I'm really happy for you أنا سعيد لك من أجلك أنا حقا سعيد من أجلك you worked really hard لقد عملت بجد حقا نحل بقى دالج على الجزء اللي فات ده حلونا عشان نحل دالج أول حاجة بنعمل إيه بنكتب خطوات تكون السؤال على يمين أدت استفهام فعل مساعد فعل فعل أساس تكمل خطوة تانية أقرأ العنوان بتاع المحادسة عشان بيساعدنا عشان أعرف المحادسة بتكلم على إيه نادر نادر بقوله الممطن وفاز بمسابقة القصة القصيرة الخطوة تالتة وأنا بحيل أقرأ المحادسة بالكامل من غير محل ولا كلمة عشان أعرف التفاصيل الخطوة الرابعة أقرأ المحادسة كمان مرة ويبدأ حل سؤال وإجابة نشوف كده نادر بيقوله للممطن هالو مام I'm home يعني يعني رجعت البيت يا ماما قلت له شكلك سعيد نادر أنت سعيد ليه طبعا نقول لها نفسك بمسابقة القصة القصيرة هجبها منين ديت من العنوان اللي فوق I won a short story competition نفسك بمسابقة قصة قصيرة قلت لولدان أحسنت طبعا سألت سؤال قال لها No It wasn't At my school ما كانتش في المدرسة It was for everyone ما كانتش في المدرسة بس ده كده لكل الناس فممكن أقول لي هنا إيه طبعا أسهل سؤال بتاعيس في No Was it at your school باشطب بyes أو No وأعمل مقص It was هتبقى was it وطبعا بحزف Not At وطبعا ما هتبقى Your school يبقى هنا طبعا ما ممتو قالت له For everyone لكل الناس وطبعا سألت له سؤال قال لها No I didn't win The school competition Last year I came second أنا ما فصش بالمسابقة السنة اللي فاتت ده أنا كنت طلعت تاني فطبعا هتقول له إيه Did you win The competition Last year هنتفصه بالمسابقة الاعام الماضي لا طبعا لا بعد كده ممتو سألت له سؤال التاني أو قالت له سلوب تعجب قالت له إيه بقى فاكرين لسلوب تعجب طبعا ده إنجاز بالنسبة لها رائع أو بالنسبة لها رائع فهتقول له إيه وطن يا له من إنجاز رائع ونحصل على الجهزة الأزباع اللي جاي وطبعا ممتو قالت له جملة معينة أو يعني في تعجب برضو هاجي طبعا واشاهد فطبعا هتقول له إيه مش ده أخبار بالنسبة لها عظيمة يبقى تمام يبقى إيه أخبار عظيمة وفي الآخر طبعا علامة إيه علامة تعجب تمام ناخد بعكد وزي ما قلت من شوية نطبق خطوات تكوين خطوات تكوين السؤال زي ما قلت من شوية اللي هي كد إيه بقى أول خطوة عندي طبعا باكتب هنا جيدرنا دلوقتي مع أول سؤال سؤال المحاسس وزي ما قلت من شوية باكتب خطوات تكوين السؤال على اليمين أقرأ العنوان باك أقرأ المحاسسة من غير محل أقرأها كم مرة وأنا بحل طبعا ردوة فرحانة جدا لأنها إيه طبعا جابت دراجات ليه الانتحان فهنا بتكلم منا منا بتقول لها شكلك سعيدة وفرحانة فهتقول لها إيه طبعا هتقول لها اللي أنا قلت وذكرته في السطر الأولاني أنا حصلت على دراجات الانتحان طبعا منا سألتها سؤال حصلت على دراجة 98% فطبعا هتقول لها إيه اللي انت حصلت عليه من رح تسألها سؤال تاني أو هتلها أسلوب تعجب فهتلها أنا طلعت الأولى في الفصل بتاعي طبعا ده 98% بالنسبال لها إيه أداء كويس فهتقول لها إيه تمام بعد كده رح تمنع لها برضو أسلوب تعجب تاني هتلها أيها فعلا ده إنجاز مذهل فاكرينها ليس سألينها من شوي فطبعا هتلها فعلا ده إنجاز يعني مذهل منها هتلها سؤال فرطت علي أنا طبعا هنضم أو ألطحك بكلية الطب طبعا هتقول لها إيه أكيد إيه الجامعة اللي انت بتخطط تنضم لها يعني أو هتروح لها what university are you going to join إيه الجامعة اللي انت هتنضم لها بعد كده نقرأ بقى وإيه نحط كلمة في المكان المناسب فاطمة البنة أو فاطمة علي البنة نوات بورن إن أليكزندرية طبعا إحنا هارفينها من زمان ووز بورن إن ولد في اسكندرية when she was a child لما كانت طفلة she not learning about science كنت بتعلم عن إيه العلوم يبقى هنا لما كانت طفلة طبعا هجيب قبل كلمة learning إيه أقول هنا she لو قلت هنا was أنا عايز حاجة ينفع أجيب بعدها فعلي فإن جي فاكرنا طبعا loved تمام she wanted to be a great كنت عايزة بإيه طبعا great scientist علمة مشهورة أو عظيمة she not preparatory school طبعا هي إيه طبعا هي خلصت المدرسة الإعدادة بتاعتها she worked on a school project طبعا كانت شغالة على مشروع زي يقوله إيه مشروع مدرسي يبقى هنا she finished أنها درستها في المدرسة تمام she found a natural way for villagers to clean dirty water and recycle used water وجد طبعا طريقة طبيعية زي القرويون والناس في القرية ينظفهم المياه المتسخة ويعملوا معاعدة تدوير للمياه نحن لبعا كي أسير تتشوز number one or an is someone who has done something brave and who is admired by a lot of people شخص بيعمل شيء يقولهم شجاع طبعا معجب يعني by a lot of people ناس كتير معجبة بي تعالوا بتكلم هنا على ايه على هيرو والبطل مسأل أعلى وبطل number two and what is the number that you get when you do a test الرقم اللي بتحصل عليه لما تأدي اختبار معاين طبعا بنتكلم عن نتيجة يبقى result number three the winner is the team with the highest الفائز طبعا في الفريق is the team الفريق اللي هو ايه بقى هايز طبعا حصل على اعلى درجات score تمام number four you should have many skills لازم يعني ياجب عليك ان يكون عندك مهارات كتيرة that help you your problems وتساعدك طبعا انك ايه تحلي مشاكلك يبقى هنا solve your problems تمام number five we add the prefix to cycle to mean use again بنضيف ايه لكلمة cycle عشان يبقى معناها يستخدم مرة اخرى طبعا recycle يعيد استخدام او تدوير number six my father smashed the table glass بابا حطم زجاج الترابيزة the opposite of smash is مضاد كلمة smash smash يعني يحطم عكسة طبعا من the salt تمام وفي الاخر اللي هي صلاحة بربا complete the sentence with the correct form of the words in brackets number one she play into concerts already لما يجيب لي already يبقى انا عاوز زمن ايه كده انا عاوز مضرعته طب شي هتاخد ايه هتاخد هاز والتصرف ذات من كلمة play هيبقى play تمام number two he already write a book of stories هو بالفعل ألف كتاب قصص تخلي بالك already موجود يبقى انا برضو هجيب مضرعته ايوه يبقى هاز طب already تمام already زي ما هي بين هاز وهب والاي والتصريف الثالث من كلمة write هتبقى هتبقى written تمام يبقى has already written قام بالفعل بتألف كتاب قصص number three she has played into concerts ever طبعا هي ايه طبعا كلمة ever هنا مش هين فعمل ايه هتبقى already تمام number four Susan has already sent التصريف الثالث من send هيبقى هيبقى طبعا sent number five marawan has bought a new mobile yet كلمة yet محتاج ايه محتاج جملة منفية يبقى انا اقول hasn't ان بصرفتي تمام بعد كده اكتب مقال عن ايه a biography of an Egyptian student who won an international award اكتب سيرة ذاتية عن طالب مصري فاز بجائزة دولية احنا كلمنا من شوية على مين على نادة زاهر ممكن نجتب نفس الافكار ممكن لو عندك قصة تانية تكتبها بس حاول تعمل ايه الحاجات اللي قلت لك عليها وانت بتكتب البراجرام احنا كده وصلنا لاخر حلقة النهاردة اعجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك الفيديو وتشارك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوات القادمة ان شاء الله كان معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة